اين تاك ام تسو يوم في حديقة الحيوان حرف جرئين هنا بلوس تاتيف جوتن موغن ماكس وي جيتس دير هويتي صباح الخير ماكس كيف حالك اليوم وي جيتس دير هويتي جوتن موغن أليكس مياه جيتس جوت صباح الخير أليكس أنا بحال جيد أنا بخير مياه جيتس جوت هل ترغب أن تذهب معي اليوم إلى حديقة الحيوان؟ دير تسو هي حديقة الحيوان دير تسو لست هابن تسو عبارة تستخدمها عندما تريد مثلا أن تسأل شخصا ما هل يرغب بالقيام بشيء ما؟ أو تريد أن تعبر أنك ترغب بالقيام بشيء ما؟ مثلا هل عندك رغبة؟ هل ترغب بلعب كرة القدم؟ هذا يبدو رائعا عندما توافق شخصا ما رأيه أو فكرته يمكنك أن تجيب بهذه الطريقة يعني أنا موافق أو أنا معك سوف أذهب معك عبارة يمكنك أن تستخدمها لكي تعبر أنك موافق على اقتراح شخص ما للذهاب لمكان ما أو لفعل شيء معين تقول له أنا معك سوف أذهب سوف أفعل شاو أليكس دا زين دي إليفانتن انظر أليكس هناك الفيالة دي إليفانتن يعني الفيالة سي زين زو كروس و بأيندركن يعني هم كبيرون جدا ومثيرون للإعجاب بأيندركن عندما تصف شيئا ما مدهل مبهر متير للإعجاب نعم الفيالة حقا رائعة طريقة أخرى لكي تصف شيئ ما مدهل رائع كوكمال دي جغافن يعني انظر للزرافات دي جغافن هم الزرافات كوكمال يعني انظر الفيال كوكن يعني نظر ينظروا كوكن إيش وستو نيشت داس إير هيلزة زولا إيست لم أكن أعلم إيش وستو نيشت لم أكن أعلم Wissen يعني علي ما يعلموا هنا في الماضي أنا داس أداة رب تعني أنا عندما نستخدمها يكون الفعل في آخر الجملة أن أعناقهم طويلة جدا أو طويلة لهذه الدرجة عندما تصف شيئا ما أنه طويل sind الفعل في آخر الجملة في آخر الجملة الجانبية التي تحتوي على داس دي هيلزة يعني الأعناق في المفرد دي هالس يعني العنق مجتستو تسو دن أفن جين هل تود الدهاب للقرود دي أفن يعني القرود زي زند إما لستيش يعني هم دائما مضحكون لستيش يعني مضحك إما يعني دائما جا إش فيل دي أفن زين نعم أريد رؤية القرود زين يعني رأى فعل بلوس أكوزاتيف ذيل هو الفعل فولن هو فعل مساعد معناه أراد يريده عندما نستخدم الفعل مساعد يكون موقعه هو الثاني والفعل الرئيسي الأساسي يكون في آخر الجملة زي زند وكليش انت هالسام يعني هم حقا ممتعون انت هالسام تعني مسلي ممتع مجتستو دي تسيغن فتان هل تود إطعام الماعز دي تسيغن يعني الماعز فتان يعني أطعام أو علفة تستخدمها في سياق الحيوانات عندما تطعم حيوان الماع يا داس مجتو إيش نعم أودو هذا داس مجتو إيش زي زين زون نيدلي هم لطفاء جدا نيدلي تعني كيوت زون نيدلي تعني سو كيوت هرمال يعني استمع هرمال الفعل هو هرم يعني استمع يستمع دي باباقاين كنن يعني الباباقاوات يمكنهم نطق كلمات دي باباقاين يعني الباباقاوات دي بورتا يعني الكلمات دي بورتا شبخيشن فعل معنى هنا نطق شبخيشن والفعل كنن معنى أجادة أو استطاعة أو قدرة هو فعل مساعد يا زيش انزين هو فعل انعكاسي بلوس داتيف ومعنى نظرة نقول زيش اتفاس أو يماندن انزين يعني رؤية أو مشاهدة أو نظر إلى شخص أو شيء ما الشيء أو الشخص يكون في أكوزاتيف والضمير الإنعكاسي يكون في الثاتيف ديشتخايفن يعني الخطوط أو الأشريطة دي تسيبغس هنا عندنا الجينيتيف دي تسيبغس هي الحمير الوحشية زيزين أوس في شفاتس وايس جميلد يعني يبدون الفيل أوسزين يعني بدأ يبدو يبدون ك في يعني ك لوحات كاللون الأبيض والأسود شفاتس يعني أسود فيس يعني أبيض دي جميلد وهي اللوحات دير تاك فرغنج شنيل اليوم مرة أو مضى بسرعة فرغنج هو الفعل فرغين يعني مرة أو مضى شنيل يعني بسرعة زي أصن آيس بوبكورن يعني أكلوا الأيس كريم والفشار داس آيس الأيس كريم داس بوبكورن يعني الفشار أصن هو الفعل أصن في الماضي هو فعل بلوس أكوزاتيف ورأوا حيوانات كتيرة أخرى زاهن هو الفعل زين في الماضي يعني رأى يرى فيل يعني الكتير أندغ يعني أخرى دي تيغ وهي الحيوانات داس تيغ في المفرد حيوان ذي لوفن كالأسود دي لوفن وهي الأسود شلانغن يعني الثعابين شلانغن وند بونت فوقل يعني وعصافير مزركش أو ملونة دي فوقل وهي العصافير بونت يعني مزركش ملون زيارة حديقة الحيوان كانت جميلة أليس كذلك؟ زيارة حديقة الحيوان هو الفعل زين في الماضي يعني الفعل كان يكون شن جميلة معناها هنا في هذا الصياق أليس كذلك؟ نعم لقد كان يوما رائعا فانتاستيش طريقة أخرى لكي تعبر أن شيئا ما رائع دانك داس دو ميش أينجلادن هست شكرا لأنك أعزمتني الفعل زيش أينجلادن هو فعل إنعكاسي منفصل بلوس أكوزاتيف ومعنى أعزمة لقد كان من الممتع قضاء اليوم معك شباس مخن يعني تسليا مرح أو متعة الفعل فاربغن يعني مضى أو قضى فعل بلوس أكوزاتيف لذلك عندنا دين تاك دير تاك في أكوزاتيف تصبح دين تاك ولماذا عندنا مت دير يعني معك دير هو ضمير شخصي أنت في الداتف لأن عندنا حرف جر مت وتعني معه بلوس داتيف ينبغي علينا أن نفعل هذا في كثير من الأحيان يعني مرارا وتكرارا كثير من الأحيان كعني أرجع الحدثي كشبك يقدرد اشتركوا في القناة